اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن عدم توقف محاولات نادي الفروسية للاستلاء على ارض النادي المحاولات اللي انتهت تماما برفض النادي الاهلي اي محاولة لتأجير الملعب رقم اثنين لنادي الفروسية وان الاهلي بذل في كل الجهد لانهاء عقد اي جار الملعب رقم 3 اللي كان نادي الفروسية اجره قبل سنوات واتكلمنا عن قرار تشكيل اول لجنة كرة في تاريخ النادي الاهلي القرار اللي صدر يوم 3 ديسمبر 1941 وتشكلت اللجنة من حضرة الاستاذ محمد محمد مضكور بك رئيس وحضرة الاستاذ ممدوح مختار والاستاذ مصطفى كامل منصور اعضاء وتكلمنا عن قرار النادي الاهلي بانشاء حمام سباح وده كان اكبر مشروع تطوير في النادي من يوم انشاؤه بعد مشروع بناء مدرجات ومأسورة ملكية لملعب كرة القدم سنة 1927 وتكلمنا عن تفوق فرق النادي الاهلي في الالعاب الرياضية اللي بيشارك فيها فتفوق فريق كرة الماء باكتساح في بطولات القاهرة والجمهورية وتفوق فريق الهوكي وحقق انتصارات كبيرة اول منها انتصار كبير جدا على نادي فاروق اللي هو الزمالك حاليا بنتيجة 7-0 وكمان تفوق في تنس الطاولة على مستوى الفرق رجال وسيدات والفردي والزوجي والزوجي المختلط وتكلمنا عن استمرار الاهلي في الاعمال الخيرية للدولة بحفل ساهر احيته الانسة ام كلسوم ويخصص دخله بالكامل في دعم المستشفيات عام 1943 كان عام حافل بالانجازات والاعمال العظيمة في كل النواحي لكن نهايته شاهدت حدث جلل اصاب اعضاء النادي الاهلي ومحبيه بحزن شديد بل احزن الشعب كله والحركة الوطنية يوم 25 يوليو 1943 اتعرض جعفر ولي باشر رئيس النادي لحدث مروري وهو خارج من بيته في المطرية وتحديدا فتاقاته عشرع سليم الاول مع عشرع سنان باشر استضمت سيارة نقل من سيارات الجيش الانجليزي بسيارته انزعجت الاوساط السياسية وانهالت التساؤلات هل الحادث ده كان صدفة ولا كان حادث مدبر نتيجة لمواقف جعفر ولي باشر السياسية ضد الانجليز جهات التحقيق ما وصلتش لنتيجة حاسمة الحادث اثر على صحة جعفر ولي باشر غاب عن اجتماعات كتير واحيانا كان بينعقد اجتماع مجلس الادارة في بيته في المطرية حتى الجامعية العمومية اللي انعقدت يوم 19 نوفمبر سنة 1943 ما قدرش يحضرها لمرضه الجامعية اللي اعيد فيها انتخابه في مجلس ادارة الاهلي وبرضو ما حضرش اجتماع مجلس الادارة اللي انعقد يوم 6 ديسمبر 1943 واللي اعيد فيها انتخابه رئيس لمجلس ادارة النادي الاهلي ويوم 28 ديسمبر 1943 توفي جعفر ولي باشر الرئيس الرابع للنادي الاهلي توفي الرجل اللي اطلقت علي القب عديدة منها شيخ الرياضة ونصير الرياضة وسلطانها كانت صدمة كبيرة او في كل الاوساط السياسية والسقاطية والرياضية وطبارت الصحف في نشر مآثر وافضال جعفر ولي باشر فكتبت الاهرام يوم 29 ديسمبر سنة 1943 انتقل الى دار البقاء رجل من رجال مصر المعروفين هو المغفر له جعفر ولي باشر العضو في مجلس الشيوخ واحد الوزراء السابقين لبى نداء ربه في الليلة البارحة فشق مصابوه على عارفي قدره والمعجبين بأدبه وفضله لا سيما المهتمين بالشؤون الرياضية فقد كان الفقيد رئيساً للنادي الاهلي للرياضة والتربية البدنية وله في هذا المدمار خدماته الجليلة وهذا علاوة على ما ساهم به في الجهاد الوطني وفي خدمة الأدب العربي بعلمه واطلاعه ونشاطه وانعاه النادي الأهلي في الصحف وجف الأهرام يوم 29 ديسمبر 1943 ينعي النادي الأهلي الملك للرياضة البدنية رئيسه المغفر له جعفر ولي باشر الرياضي الكبير وصاحب الفضل الأول على النهضة الرياضية في مصر والرجل الذي أسس واشترك في تأسيس أجلب اتحادات الألعاب المختلفة وجاهد السنين الطوال حتى جعل للرياضة شأناً عظيماً والإيمد جعفر ولي باشر الكبيرة نظمت له الدولة جنازة رسمية عند بيته في المطرية وكتبت الأهرام تحت عنوان الاحتفال بتشيع جنازة المغفر له جعفر ولي باشر احتفل بتشيع جنازة المغفر له جعفر ولي باشر في مشهد مهيب يليق بمكانته السامية فخرج مشهد الجنازة من السرادق الكبير الذي نصب بجوار محطة كبر الليمون في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس في موكب حافل تتقدمه ثلة من جنود البوليس ففريق من جنود حرس البرلمان ففريق من الكشافة بموسيقاها فأكاليل الورد فنعش الفقيد يحيط به فرسان البوليس ومن ورائه حضرات المشيعين يتقدمهم وقدمهم حضرة صاحب العزة محمود يونس بيك التشريفاتي موفدا من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك واكتمع مجلس إدارة النادي الأهلي في اليوم الثاني 30 ديسمبر 1943 في جلسة طارئة وأعلن إيقاف الألعاب بالنادي لمدة أسبوع تنكيس العلم لمدة أسبوع إقامة حفل تأبين في دار الأوبرا يدعو إليها النادي الأندية والهيئات الأخرى التي ترغب في المساهمة فيها ونفكركم بتاريخ جعفر ولي باشا جعفر ولي باشا من موليد 1880 اتعلم في المدرسة الناصرية الابتدائية ثم الخدوية السنوية وكان كابتن فريق الخدوية لكرة القدم دخل القسم الإنجليزي بمدرسة الحقوق وتخرج عام 1903 التحق بالنيابة بعدها انتقل للعمل في وزارة المالية ثم وزارة الداخلية اللي ترقى فيها لغاية منصب وكيل وزارة الداخلية سنة 1918 تولى منصب الوزارة في عدة وزارات مختلفة فكان وزير الأوقاف عام 1919 وكان أصغر من تولى الوزارة في تاريخ مصر في ذلك الوقت وتولى وزارة المعارف وزارة الحربية والبحرية وفض العضو بمجلس الشيوخ مدى حياته تزوج ابنة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر وكانت بداية ارتباطه بالنادي سنة 1909 كمساهم وعضو عادي لكن في مطلع 1916 اجتمع أعضاء اللجنة العليا للنادي واختاروا عبدالخالق ثروة رئيس للنادي وجعفر ولي باشا وكيل للنادي وفي 14 فبراير 1924 تولى رئاسة النادي الأهلي يعني استمر في مناصب إدارية بالأهلي حوالي 28 سنة منهم 8 سنين وكيل وحوالي 20 سنة رئيس عايش فيها النادي فترة من أزهى فتراته تضعفت بساحة النادي ونال الرعاية الملكية وظهر أول شعار للنادي وتم بناء مدرجات لملعبه الرئيسي وتم إنشاء ملاعب لكل ألعاب النادي وظهرت أول مجلة رياضية للنادي في تاريخ مصر وأنشأ النادي أول معهد رياضة مصر وبدأ بناء حمام السباح مش كده وبس رفض نقل النادي الأهلي من مكانه لأرض تانية عند مصلح البلون حاليا وكان طول فترة رئاسته وراء تثبيت مبادئ الأهلي وشخصيته المستمرة لغاية النهاردة مهموش خسارة بطولة أمام إعلاء المبادئ فظهر في عهده شعار الأخلاق والمبادئ فوق البطولات أما عن خدماته للرياضة المصرية فكان وراء تمصير اتحاد كرة القدم سنة 1921 وأول رئيس له وكان واحد من اللي أسسه اتحاد الملاكمة سنة 1923 وفضل رئيس له لغاية وفاته وعمل على تمصير كل الاتحادات الرياضية وتمصير الاتحاد المختلط وتحويله لاتحاد مصري وتمصير اللجنة الأولمبية المصرية وعشان كده أطلقوا عليه شيخ الرياضة وسلطانها ونصرها رحم الله جعفر ولي باشا اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الحد 2 يناير سنة 1944 لانتخاب رئيس بعد وفاة جعفر ولي باشا وزي ما احنا عارفين ان قانون النادي يعني لاحته بينص في الوقت ده على ان الجمعية العمومية بتنتخب مجلس الإدارة وبعدها المجلس بيجتمع وبيختار من بينه الرئيس والوكيل وانتخب أعضاء مجلس الإدارة أحمد محمد حسنين باشا عضو المجلس رئيس للنادي عشان يبقى الرئيس الخامس للنادي الأهلي وجه في محضر الجلسة تقرر بإجماع الأراء انتخاب حضرة صاحب المعالي أحمد محمد حسنين باشا عضو مجلس الإدارة رئيسا للنادي بدلا من المغفور له المرحوم جعفر ولي باشا مين بقى أحمد حسنين باشا؟ هو أحمد محمد مخلوف حسنين باشا البولائي من موليد 31 أكتوبر 1889 والده عالم الأزهر محمد حسنين وجده أحمد حسنين وكان لقبه أمير التجار والده محمد حسنين كان قريب من الخدوة عباس وبعده السلطان حسين كامر أحمد حسنين باشا كان ابنه الوحيد قدر والده يجيب له توصية من رجال البلاط لإلحاقه بإحدى الجامعات البريطانية وفعلا التحق بجامعة أكسفورد وتخرج فيها وبعد كده شغل عدة وظايف عام 1920 اشتغل كمساعد مفتش بوزارة الداخلية بعدها تم انتدابه لمفاوضة إيطاليا بشأن الحدود الغربية عام 1924 وبعدين تم انتدابه أمين سر للملك فؤاد سنة 1924 وبعدها تم انتدابه لملازمة ولي العهد الأمير فاروق في رحلته للدراسة بلندن في أكتوبر 1935 وده اللي سعده بعد كده في تولي منصب رئيس الديوان الملكي سنة 1940 أحمد حسنين باشا كان رياضي وكان بيلعب لعبة السلاح وتحديدا سلاح الشيش وكان أول لعب مصري يشارك في الدورات الأولمبية لما اشترك في لعبة السلاح في الدورة الأولمبية بستوك أولم سنة 1912 وكان واحد من أعضاء النادي الأهلي القدامى في نفس الشهر يناير 1944 وتحديدا يوم 14 منه أقام النادي الأهلي حفلة تكريم لعبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤول الاجتماعية واحمد عبود باشا الحفلة دي نقلتها محطة الإزاع المصرية وده علشان المساهمة الكبيرة ليهم في إنشاء حمام السباحة وقرر النادي اهدأهم العضوية الدائمة ودي كان معناها في الوقت ده عضوية مدى الحياة ما يدفعوش فيها اشتراك وكمان اهدأهم الميدالية الذهبية التذكارية للنادي افتتح الحفل أحمد حسنين باشا رئيس الدوان الملكي ورئيس النادي الأهلي وبدأ كلمته أني بعد أن حنيته رأسي للراحل الكريم جعفر ولي باشا اليوم أرفعوا رأسي لشكر الرجلين الكريمين أحمد عبود باشا لتبرعه بمبلغ 3000 جنيه وعبد الحميد عبد الحق وزير الشؤول الاجتماعية لتخصيصه النصف الآخر من المبلغ المطلوب لمشروع إنشاء حمام السباحة كان حفل جميل قوي قالت مجلة المصور إن الحفل تحدث فيه خمس خطباء أولهم أحمد حسنين باشا والتاني فكري بيك أبازا والتالت عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤول الاجتماعية اللي كان في قمة التواضع وهو بيثمن تبرع أحمد عبود باشا فقال لقد دفعت 3000 جنيه من خزينة الدولة بينما دفع مثلها أحمد عبود باشا من جيبه الخاص والرابع كان عضو مجلس الشيوخ عبد الحميد الوكيل باشا والخامس كان أحمد عبود باشا اللي قال الخطابة ليست صنعتي ولا أجيد فن الكلام وقرر التبرع للنادي ب2000 جنيه بخلاف 2000 جنيه أخرى اتبرع بيها قبل الحفل عشان يتم تطوير حمام السباحة قبل افتتاحه وعمل مغتص للعبة الخطس عشان يوصل تبرعه لإنشاء حمام السباحة ل7000 جنيه أكيد أنتو عارفين 7000 جنيه يعني إيه في الفطرة دي كانت لفتة كبيرة قوي من أحمد عبود باشا خلت قاعة الاحتفال تلتب بالتسقيف في العام ده عام 1944 زاد عدد الألعاب والمسابقات في النادي فأصبح عدد اللعبات 14 لعبة كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والهوكي والتنس والتنس الطاولة والجنباز والبلياردو وألعاب القوة ورفع الأسقال والملاكمة والمسارعة والسباحة وكرة الماء وارتفع عدد اللعبات اللي بتمارسها المرأة وكمان بتشارك في مسابقاتها زي التنس وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة والجنباز والسباحة واستمرت المسابقات اللي النادي بينظمها للطلبة زي كاس أحمد حشمد باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى وكاس أبو بكر راتب لسوداسيات كرة القدم اللي هو كل فريق بيبقى مكوى من ست لعبين فقط وكاس الأمير يوسف كمال للألعاب الأخرى ودي كانت بتتعمل بين الأندية والهيئات المختلفة في عموم مصر وغيرها وغيرها من المسابقات وشارك الأهلي في كل المسابقات اللي بيتنظمها للتحادات المختلفة لكل الألعاب وبالمناسبة فريق ألعاب القوى في الفترة دي كان بيضم عدد كبير من اللعابين على رأسهم حسين منتصر اللي بعد كده مارس كرة السلة ومس المصر في دورتين أولمبيتين أعوام 1948 و1952 وأصبح من كبار قيادات كرة السلة في مصر وكان معا كمان محمد نجيب المستكاوي عارفين مين محمد نجيب المستكاوي؟ هو نفسه الأستاذ نجيب المستكاوي الناقد الرياضي الكبير الله يرحمه بدأ مشواره لعب كرة قدم في نادي الترسانة وساب كرة القدم وانضم لفريق ألعاب القوة بالأهلي وفاز معاه بعدة بطولات في سباقات العدف وبعد اعتزاله أصبح سكرتير ألعاب القوة بالأهلي وعضو الاتحاد المصري لألعاب القوة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية خمس دورات متتالية وفي مطلع الخمسينيات احترف العمل الصحفي بجريدة الأهرام وتولى رئاسة القسم الرياضي فيها عام 1957 وكان شيخ النقاد العرب وطبعا كلنا عارفين ان والد الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي مش بس كده عارفين الفنان الراحل فؤاد عبد المجيد كان مغني ومؤلف للموشحات وغنى منها موشح شهير بيقول فيه عجبا لغزال قتال عجبة كان بالأفكار وبقلوب اللعبة أكيد فاكرين اللحن بتاعها عجبا لغزال قتال عجبة افتكرتوها وكان بيغنيها في فرقة رضا أو الفنان فؤاد عبد المجيد يبقى ابن عم الصحف الرياضي الكبير نجيب المستكاوي الأستاذ نجيب المستكاوي أول واحد يدي درجات للعبين بعد كل مباراة وكان كل اللعيبة بيستنوا الصفحة الرياضية للأهرام عشان يعرفوا درجاتهم وهو كمان اللي أطلق الألقاب على الأندية واللعبين فأطلق مثلا على الأهل لقب العنتيل وعلى زمالك العتولة وعلى المحلة الفلاحين والإسماعيلي الدرويش والترسانة الشوكيش والاتحاد السجندري أطلق عليه الاتحاد الصيفي ولما الأولمبي غلب الأهل والزمالك في القاهرة سنة 1966 وفاس بالدوري كتب منشط التطار يغزون القاهرة فأصبح التطار لقب النادي الأولمبي أما اللعيبة فهو اللي قال مثلا على صالح سليم المايسترو ورفعة الفناجيلي المهندس وميمي الشربيني النفاسة ومحمود الخطيب محمود الخطير ومصطفى عبده المجري وحسن حمدي وزير الدفاع وجمال عبد العظيم الأغطبوت ومحسن صالح محسن لوز وفي الزمالك قال على يكن حسين ملك التغطية وعبده نصحي عبده بولارويس وفاروق جعفر أطلق عليه لقب أناسس وفي الإسماعيلي أطلق على سيد عبد الرازق سيد بازوكا وكتير وكتير من الألقاب على كل اللاعبين وكان كل لاعب بيعتز باللقب اللي أطلقه عليه رحمه الله نجيب البستكاوي اللي توفي عام 1993 استمر معهد التربية الرياضية بالأهل في عمله وزاد عدد الطلبة فيه وقدامكم أهو على شاشة صورة نادرة جدا لطلبة معهد التربية الراضية في النادي الأهل ومعهم أستاذهم ومدربهم الأستاذ محمد شكري الأستاذ محمد شكري ومعاه الأستاذ بليغ صفوت كانوا المشرفين على تدريب الطلبة في المعهد وكمان كان ليهم دور ريادي في الإزاعة المصرية اللي فتطحت عام 1934 وكانت الإزاعة المصرية بتبتدي يومياً بتمارين الصباح وكان اللي بيقدمها بليغ صفوت أفندي لفترة طويل أو بعده قدمها محمد شكري أفندي زي ما موجود قدامكم كده على الشاشة في جدول برامج الإزاعة في الوقت ده الأهل وأبنائه كان رواد في كل المجالات وكمان استمر النادي الأهل في نشاطه الثقافي والاجتماعي والفني جنب نشاطه الرياضي فجه في محضر الجمعية العمومية أقيمت حفلات ساهرة عديدة تحت ضوء القمر بحديقة النادي عزفت فيها فرقة موسيقى الجيش المصري وكذا حفلتين سينمائيتين قدمت برنامجهما شركة مترو جولدنماير السينمائية شركة مترو جولدنماير كانت من أكبر الشركات السينمائية في العالم وكلنا عارفين شعارها الشهير الأسد اللي قدامكم على الشاشة ده وكان لها فروع في المدن الكبرى ومنها القاهرة وقام قسم الرعاية الصحية وعلى رأسه صاحب العزة الدكتور كمال الدين حفن بيك بعرض البرنامجين كان متفضل القسم سالف الزكر بعرض أشرطة ثقافية في مناسبات عديدة ألقى خلالها حضرة صاحب العزة أحمد جمال الدين بيك عضو النادي محاضرات علمية وثقافية واستمر الأهل في إقامة حفلاته السنوية فكانت الأولى يوم 12 مارس 1944 وقيمت في دار الأبرة الملكية وحضرها الملك فاروق وأحيت الحفل فرقة نجيب الرحاني المسرحية اللي قدمت مسرحية الدنيا ماشية كده أما الحفلة التانية اللي اتعملت في ليلة عيد الفطر وتحديداً يوم 17 سبتمبر 1944 1944 في حكاية الحكاية قبل الحفلة دي بشهور الانجليز فرضوا حصار إعلامي على الملك فاروق لأسباب كتيرة جداً سياسية طبعاً ما كانوش على وفاق معاها تدخلات سياسية كل شوية لتغيير الحكومة عشان مش على هواهم وغيرها وغيرها من الأسباب وفعلاً محدش بقى يجيب أي سيرة أو إشارة أو ذكر لإسم الملك فاروق ممنوع تماماً والصحف كمان ممنوع الصحف تنشر أي خبر أو إشارة حتى عن الملك فاروق والجورنان اللي هيخلف الأوامر دي حيتصادر يعني اخسارة كبيرة أول صاحبه ولو اتكررت المخالفة ترخيص الجورنان نفسه حيتلغي وبقت أسبة كبيرة أول الملك فاروق وللأسر الملك لما تعمل حصار إعلامي بالشكل ده معناه أنه يوم ورا يوم ما بقاش في حد بيجيب سيرته حتى في الشارع وطبعاً أيامها لا فيه سوشيال ميديا ولا وسائل الإلكترونية ولا كل اللي إحنا عايشين فيه ده دلوقتي وزي ما احنا عارفين إن الأهل في الوقت ده بيعمل حفلته السنوية للتلعيد كان حفلة معادها ثابت وعرف سنوي مصر كلها بتستناها وكانت السيدة أم كلسوم بتحيي الحفلة ده على طول والملك فاروق كان بيحضرها دايماً والإزاعة المصرية بتنقل الفقرة الرئيسية فيها إيه هي الفقرة الرئيسية؟ اللي بتكون أغنية جديدة ما غنتهاش أم كلسوم قبل كده وكان رئيس اللجنة الثقافية اللي بتنظم الحفلات دي في الفترة ده هي فكري أبازة ونائبه مصطفى أمين واللي اتنين أعضاء بمجلس إدارة النادي واللي اتنين من أعلام الصحافة فكري أبازة الكاتب الكبير ورئيس تحرير مجلة المصور ومصطفى أمين مع توقامه علي أمين أسسه في نفس العام 1944 جريدة أخبار اليوم اللي بعد كده بقت مؤسسة كبيرة ولها عشرات الإصدارات الصحفية مصطفى أمين كان دايماً بيرتب مع رجال الأسر الملكي كل تفاصيل حضور الملك فاروق لحفلات النادي الآخر واتفق هو وفكري أبازة مع رجال الأسر على حل لكسر الحصار الإعلامي عن الملك فاروق الحل إن الملك حيوصل للنادي لكن مش هيدخل الحفل في أي وقت يوصل فيه زي ما كان بيحصل كل مرة لأنه ممكن يدخل في وقت ما يكونش النقل الإزاعي بدأ ولما يبدأ النقل الإزاعي البوزيع ما يجيبش سرطه طبعاً طبقاً للتعليمات لا المرة دي الملك فاروق حيستنى بر قاعة الحفل ومن غير ما حد يعرف بوصوله وعند بدء نقل الإزاع للفقرة الرئيسية في الحفل حيدخل الملك فاروق القاعة ومع ترحيب أعضاء النادي بالملك وتوقف الفرقة الموسيقية عند العزف احتراماً لو وصوله حيضطر الموزيع يالن عند دخول الملك فاروق وبدأ الحفل وغنت أم مكلسوم أغنيتها الشهيرة رأي الحبيب ودي كانت اتغنت قبل كده بعد كده بقى بدأت الإزاع المصرية نقل الحفل مع الفقرة الرئيسية فيه وكانت الأغنية الجديدة اللي هي أغنية إيه؟ ليلة العيد يا ليلة العيد أنسينا وجدت الأمان فينا يا ليلة العيد شرف حضرة صاحب الجلالة سيداتي وسيدتي هذه الهتفات التي سمعتموها وهذا التصفيق وهذا التهليل وهذا الاستقبال الرائع كان لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم ليلة العيد أنسينا وجدت الأمان فينا يا ليلة العيد الخطة نجحت دخل الملك فاروق والست بتغني وأعضاء الأهلي استقبلوه بحفاوة والفرقة الموسيقية توقفت عن العزف والمزيع طبعاً اضطر يعلن عن دخول الملك فاروق الملك فاروق قاعد على نفس التربيزة اللي قاعد عليها أحمد حسنين باشا رئيس النادي الأهلي وكبار الأهلي وبلغ أحمد حسنين باشا أنه أنعم على أم كلسوم بوسام الكمال وفوراً مصطفى أمين قام بإبلاغ مقدم الحفل في الإزاع المصرية بالإنعام الملكي وبعد أن انتهت الأنسة ومكسوم من الغناء تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فأن عم عليها بوسام الكمال وذلك تفضيراً لفنها الرفيئة وعشان نعرف قيمة وسام الكمال فالوسام ده كان الوسام الوحيد المخصص للسيدات وما كانش بياخدوا إلا سيدات الأسرة العلوية والطبقة الحكمة يعني حصل عليه مثلاً من سيدات الطبقة الحكمة صفية هانم زاجلول وكلنا طبعاً عارفينها زوجة الزعيم سعد زاجلول وكان ليها لقب تاني اشتهرت به في الوقت ده هي أم المصريين وحصل على وسام الكمال هدى هانم شعراوي والسيدة حرم مصطفى النحاس باشا والسيدة حرم إسماعيل صدقي باشا وكانت المكلسوم أول سيدة من عامة الشعب تحصل على وسام الكمال المهم بالشكل ده انكسر الحصار الإعلامي عن الملك فاروق والصحف نشر التفاصيل الحافحي ما هو ما ينفعش الإنجليز يملو إرادتهم على الشعب المصري أبداً ولا يتدخلوا في علاقته بحكامه ولا يفردوا سياستهم عليه الأهلي ما تسماش نادي الوطنية من فراغ دي مواقف تاريخية يا ترى إيه اللي حصل بقى فأول جلسة مجلس إدارة بعد الحفل مباشرة ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله اشتركوا في القناة